أعزائي طلبة الطلبات الصناعية العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى في الحلقة فرقم 49 من البرنامج صباح الخير على كل طلبنا الأعزاء صباح الخير على كل المدرس اللغة الإنجليزية اللي يتبعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه منها الكمال هيكون معنا النهاردة في الحلقة أحكى وادر اللغة الإنجليزية مستر محمد فتح الباب واللي يعمل لنا ريفيجن على شابتر 5 من القصة المكررة على الصف السر الزنوي زي بريزنر وزينة صباح الخير مستر صباح الخير مستر صباح الخير عاملين نشرفنا بيك ونشرف بيك العادة ونشرف حلقة مو صفحة ان شاء الله ان شاء الله ربنا اكرمك يا مستر هنبدأ الحلقة بتاعتنا وزي ما انتم عارفين كل مرة المفروحة مجمعين أهم الأسئلة على شابتر 5 مستر محمد مجمع لنا أنا هكي السؤال وبعد كده مستر محمد يبدأ يجاوب عليه ويحلله للطلوبة بتاعتنا بحيث يكون واضح للطلوبة بتاعتنا نبدأ الحلقة مع بعض مستر محمد تست وان في الصفحة في رقم واحد يقول ايه الجملة الاختياري رقم واحد بتقول ايه راسندل بروتستد اجينست بيينج فولود باي سابتس من سينج زات هي كود نقط جملة الاولى بيقول راسندل بروتستد احتاج اجينست بيينج فولود انه هو طبعا يحد يمشه روي يعني يمبعه يمبع بروتستد اجل خمانة باي سابتس من سينج زات هي كود هو قال انه هو تل افريوان the truth about himself كل مايكل ان سابت كل مايكل زمن لوك افتر همسل طبعا احنا السؤال دوه تداعياته انه هو طبعا لما راسندل طبعا سابت قاله او شافوا كده سابت شاف راسندل لوكد وورد الوقت الان فقال له why are you worried قالوا ليه قالوا why was why was i am followed by ليه انا بامشي كده كل ماامشي while i was going حسن درجالة تعلتيح اوه i was followed by six men ليه بيمشي ورايا six men قالوا طبعا i ordered them to follow you انا اللي خلتهم يمشو وراك طيب طيب فهنا طبعا راسندل قالوا i can look after myself انه اقدر ادافع عن نفسي كويس تمام يعني حاس ان كده سابت treating him as a child في عامله كطف انا اقدر ادافع عن نفسي فسبت هنا طبعا قالوا you forgot that person and they gouted here and they wanted to kill you انه هما طبعا they wanted to kill you عايزين يقتلوك and if they killed you لو قتلوك the game is over اللعبة تنتهي هما هما جايين اصلا عشان to kill you فطبعا هنا لازم لازم انا عمل كده لازم احراسة طبعا ها لازم احراسة فطبعا هنا الاجابة الصحية طبعا اللي هي letter D look after himself قالوا ان انا اقدر اعتنب نفسي او ادافع عن نفسي كويس خاطص جميل نشوف sentence number two بتقول راسندل نقطة to protect himself in the summer house او بيقول راسندل عمل ايه to protect عشان يحمي himself in the summer house فيه اللي هو المنزل الصيفي اللي هو زي بنقول عليه كده الشاليل اللي هو طبعا بتاع انت ونت طبعا احنا عرفنا ان في تداعيات برضو الحدث دوت ان لما راسندل راح السامر هاوس انت ونت قابلته and warned him about michael's plan حذرته من الخطة بتاعت michael وقالت له you should leave لازم تمشي كده كويكلي بسرعة after 20 minutes بعد 20 دي michael's man will come and he kill you هيقتلوك رجالة مايكل اه رجالة هيقتلوك تمام فطبعا وقالت له بقى الخطة كلها فطبعا رجالة مايكل من كتر الكلام جم طبعا they arrived and راسندل he pretended that he accepted the offer ان هو ابل العرض بتاعهم وخلاص هيفتحوا الباب وهيديوه الفلوس وهيمشي طبعا راسندل دخل عليهم بالiron table استخدم طبعا الiron table as a shield كدرق استخدمها كشيلد to protect himself طبعا هنا الاجابة الصحيحة راسندل not to protect himself in the summer house في المنزل الصيف استخدم ايه made a good use of the table استغل الترابيزة كويس blocked the door with the table سد الترابيزة سد كده الباب الترابيزة climate up the ladder in seconds طلع على السلم أو told the dead charge that he accepted the offer طبعا هنا الاجابات قريبة كلها من بعض لكن هنا السؤال هو اللي هيحدد لي الاجابة ايه protect himself يحمي نفسه هيحمي نفسه يبقى هيحمي نفسه بساتر هيحمي نفسه بحاجة قصاده يبقى طبعا الاجابة الصحيحة اللي هي letter A made a good use of the table استغل الترابيزة كويس جميل طيب نشوف السؤال اللي بعد كده وهو سؤال critical thinking بيقول do you expect any evil work behind Michael's letter to the princess why and why not تمام هنا سؤال بيقول هل تتوقع ان في عمل شرير من وارد جواب اللي بعته Michael the princess Flavia وليه وليه طبعا احنا عرفنا او في اثناء الفاصل ان طبعا لما راسندل كان رايح لفلافيا to tell her that he will leave the country انه هيسيب البلد وهيمشي طبعا قالت له ان انا I have a letter from Michael انا جالي جواب من مايكل inviting me بيدعوني طبعا ان انا زوره في انزا كاسل في القلعة بتاعت زندل طبعا هنا لا don't accept the invitation and send him a letter اه ما تقبلش الدعوة بعطيله جواب saying that URL وليلو ان انت ايه المريضة طيب هل هو بقى هنا يعني بيقول هل تتوقع ان في عمل شرير من ورا الجواب دوت yes بكوز مايكل is an evil man راجل شرير تمام ممكن اقول بقى لي هو بعط الجواب ده كان عايز يعمل he wanted to take here I think he wanted to take here as a hostage عايز اخدها كراهينة تمام to press or to make rossendil عشان يخلي rossendil ان هو مثلا leave the country and make make michael zakinig ويخلي michael zakinig دي حاجة تمام دي ممكن نقول كده ان هو ده عمل شرير واحد مثلا طالب ممكن يقولي لا I don't think that it wasn't an evil work مش عمل شرير because Flavia is his cousin and Flavia بينت عمه and he wanted her as a guest يعني عايزها كضيفة ممكن واحد يقول كده مفيش نياه شريرة فانالقل طبعا احنا عارفين critical thinking الإجابة فيه وبين مفتوحة مفيش نموذج إجابة فيه فانا أقدر أقول كده أقدر أقول كده بس آه acceptable answer طبعا تماشي لكن انا طبعا من الشكل العام ان طبعا michael ده راجل شرير evil man طبعا لكن هن ده صح وده صح تمام ننتقل الميني تيست نمبر 2 ونشوف اول سؤال شوز بيولين سنتنس نمبر 1 مارشال didn't look surprised when rassendil the king told him that he was worried about not تمام مارشال didn't look surprised ما تفاجئش when rassendil the king told him that he was worried about ان هو الآن من طبعا احنا عارفين ان راسندل في نهاية الفاصل لما عارف اني طبعا فيه خطر على فلافي he went to مارشال to tell him to guard the princess طبعا عايزي بها له بقى كده عشان يبدأ معا الكلام فقال له you know مايكل wanted to be the king you know that مايكل have ambitions عنده طموحات تمام من غير ما يفسر بقى في الكلام فطبعا المارشال ما تفاجئش ممكن ييجي سؤال critical thinking why wasn't زى مارشال surprised when راسندل told him about مايكل's ambitions ما تفاجئش اقول I think because مارشال know مايكل's nature well عشان يعرف طبيعة مايكل كويس ايو عرف تموحاته كويس تمام فهنا ممكن دي برضو ايه سؤال critical thinking يجي كده في حاجة زي كده فطبعا هنا بيقول لي هو ما تفاجئش لما تكلم على طبعا اول حال princess Flavia ما تفاجئش عشان كده انا جايب هنا في الاسئلة بتاعت التس انا مختار الاسئلة اللي هي مش تقليدية اللي اعنا عايز الاسئلة اللي هي بتخلي الطالب يرجع تاني يقرأ النص انه هام حاجة في النوفل في النظام الجديد في التشوز انه انت تبقى افهم التكست كمان اهم حاجة reading مش زي مثلا في المناج القديم انحنا كان بيجينا طبعا اسئلة questions شانسو طبعا وانا جايب لازم اكون مثلا حافظ الاسئلة لا لا مفيش حافظة اجابات هنا عايز لازم تكون انت طبعا request لازم تكون عامل reading جامد للتكست بتاع وتخلي بالك من كل كلمة وكل ايه وامت surprise وامت word فانا مركز على الحاجات ديت على اساس الطالب يرجع تاني للاسئلة وطبعا الكتاب بتاعنا اللي هو مدارس على الهوى فيه برضو عشان يأكد الحاجات ديت وده ده وقت طبعا ان احنا نرجع تاني للنص عشان بعد كده مفيش وقت لانا خلاص دلوقتي اه revision كده والوقت اليوم اللي هيعدي على الطالب عشان يرجع تاني خلاص فاحنا نستغل لكل حاجة فطبعا هنا people princess Flavia's safety straking authority سلطة بيتكلموا الان على سلطة المرشال اللي هو طبعا the people of rotenia الان على الناس بتاع روتينيا اولا the young ambitions طبعا اللي اتذكرت in the text في الناس the young ambitions اللي هي طبوحات مايكل كان قلقان من طبوحات مايكل جميل هنشوف الجملة اللي هي بتاعت critical thinking بتاع تقول why do you think Antoinette de Mubain wanted to help russendale in the summer house او طبعا انا لما russendale went to the summer house لما روح لل summer house طبعا Flavia Antoinette de Mubain قالت له طبعا على زبلان الخطة to kill him مايكل سمن will kill him and put his body in the old board في المنطقة القديمة مايكل will arrest fretus and sapt accusing them that they have killed the king يتهمهم ان هما قتلوا الملك and kill the king in the castle ويتلوا الملك كده كده الملك معهم في الكاسل ومايكل يبقى become the king ويصبح الملك فهو رأس رأس اندل سألها سؤال قال لها why do you help me طبو انتي بتساعديني رد فعريبا الرد اللي هو كده قالت له because I don't like to see people being killed أنا مش بحب بشوف الناس وهم بيتقيتلوا يعني she is good by nature يعني عشان أنت واند good by nature يعني هي خيرة بطبيعتهم she doesn't like she doesn't like evil ما بتحبش الشر تمام يبقى هنا لما نجي كده ممكن نقولها بقى من النص الموجود هنا I think because she doesn't like to see people being killed مش بتحب بتشوف الناس وهم بيتقيتلوا because she is god لأن هي خيرة تمام she doesn't like evil ما بتحبش الشر she doesn't like I think because she didn't like مايكل's ambitions to kill his brother and be the king تمام إنها عايزة إقتلاخو يبقى الملك تماما ده ما يصحش تمام تمام نشوف مني تست نمبر سري بيتجي نمبر سري أول سؤال تشوز برد بيقول لي why did أنتوانت دوموبين أسك راسين للنوت تشو زي لتر تو انيون تمام بيقولوا السؤال هنا ليه أنتوانت why did أنتوانت ask راسيندل طلبت من راسيندل not to show letter to anyone ليه قالت له ما توريش الجواب لأي حد طبعا إحنا عارفين إن أنتوانت دوموبين send a letter هو ده أنا بسميه فصل letters فصل الجوابت لأن أنتوانت بعتت فيه جواب لمين راسيندل وفلافيا مايكل بعت لها جواب تمام كان في نهاية الفصل دوت فصل دوت بتاع letters بتاع الجوابت تمام وهي أنتوانت طبعا أنا أعرف بعد كده إن هي بعتت جواب لمين دي الجواب الأول اللي بعتته الراسيندل بعتت بعد كده جواب تاني لما في آخر الفصل السابع إنها بعتت جواب للراسيندل قالت تعال الحقني انقذني فرمزة لما احتجز مايكل في الكسر آه تمام تعال انقذني فرمزة house of murders من بيت القتل تعال انقذني بسرعة تمام في أنتوانت بعتت لما يجي بقى لما نجمع بقى القصة نقول إن فيه الجواب الأول زي فرستة لتر فرم أنتوانت تو راسيندل زي ساكند لتر فرم مايكل تو فلافيا وصورد لتر فرم أنتوانت يمين لراسيندل لراسيندل تمام فهي بقى أنتوانت جوابات أنا ماسميها كده ترميش أنتوانت دوار أنتوانت جوابات هي بعتت جوابات يعني هي في نهاية شارع عبن يو هتلاقي جاردن طبعاً a house surrounded by a garden and the garden surrounded by a wall there is a gate at the back وفي باب في الخلف كده هتخش طبعاً هتلاقي statue of a horse تمثال لحصان هتمشي on the right على اليمين كام 20 متر 20 متر هتلاقي 6 steps 6 خطوات هتلاقي a woman will tell you something important about your life هتقولك حاجة مهمة عن حياتك ولو ما جتش تمام اتعرض حيات واحدة ست الخطر you will put a woman to danger اتعرض حيات واحدة ست الخطر دي مورخيات اللي ترمي مايكل وود بانش مي قالت له كده مايكل هيعقب لو ما جتش طبعاً هنا بهنا السؤال why did antoine ask rassendel not to show the letter to anyone ليه ما توريش الجواب عشان مش عايز طبعاً لو وراء الجواب وراء الجواب لحد طبعاً هيعرضها الخطر او يعرض هي للخطر طب الإجابات بيقول because مايكل وود امبريزون هير ما قالش كده في اللتر ما قالش ما جابش سيرة السجن خالص because sabt would know هير identity سابت هيعرف هي مين لا هو سابت كده كده عارف ان هي antoine telly بعد the sender لما جاهم يرموا الجواب بصوا على back of the letter اللي هو ضهر الجواب رسندل ارى if you don't believe me لو ما صدقتنيش ask konil sabt هو الزوماً من الست suggest of michael that begins with a اللي بتبدأ بحرف a رد رسندل لقال antoine t وسبت صدق على الكلام يعني معرف مين مين الباعة الجواب because she wanted to stay in rutenia عايزة تقعد في روتانيا هي كده كده قاعدة الإجابة الصحيحة بقى اللي هي letter d because it would put her in great danger هيعرضها الخطر اللي هو مايكل واتبانش her هيعقبها هيكتشف ان هي في contact بينها وبنرسندل تمام يبه هي دي طبعاً ايه الإجابة الصحيحة اللي هي آخر إجابة طبعاً اللي هي letter d تمام نشوف sentence number two to the word it sab to wait for rosen del when he went in the summer house alone تمام السؤال بيقول اين فين حت اين هنا بقى بركز للطالبة خلي بالك من question word كلمة الاستفاهم نفسها عشان فيه طالب مثلا ممكن يرى السؤال يعني ايه كلهم شابع بعد where what when فممكن يرى ايه يرى اها بسرعة كده من التصرع لا خلي بالك where يبقى بيسر على مكان تمام وبعد كده بقى اكمل معنى الكلام where did sabt wait for rosen del استنى فين حتة when he went into the summer house alone لما دخل لوحد استنى فين ايه مكان طبعاً احنا عارفين ان rosen del sabt insisted to go and leave rosen del alone قال رosen del it's danger ده ده خطر هيبقى فيه خطر في المكان you should stay and i will go instead if you wanna روح مكانك rosen del insisted أصر to go himself ان هو يروح بنفسه هنا بقى سؤال ممكن برضو critical thinking ييني why do you think rosen del insisted to go to the summer house and not to send sabt وما يبعدش sabt ليه أصر i think because rosen del was brave rosen del shogar he wanted to act as a king عايز تصرف كمالك تمام عايز يبين شجعته طيب فهنا طبعاً بيقول هو قال لي sabt if you want لو انت عايز تيجي you will stay or you wait outside خليك انت بر لو عايز تيجي خليك بر عايز تيجي تعال معي فطبعاً السابت خلاص راح هروح تمام راح فطبعاً السابت استنى فين تعالوا نرى الإجابات كده ونشوف الدقة بقى في write the text inside the garden جوه الحديقة طيب مع الحديقة بره summer house برده طيب beside the statue جنب التمثال التمثال الحصان بره بره summer house outside the gate بره البوابة خالص ولا outside the wall بره الحيطة خالص طيب نرجع بقى لل text هو ده بقى الهدف والأسئلة الفايصل طبعاً الإجابة اللي كانت موجودة outside the gate كان مستني إيه outside the gate آه بره ده كده according to the text أيوه تمام لكنه لو طالب مثلاً هيجاوب منطقياً ما كلهم ينفعه مستنى بره وخلاص مستنى بره وخلاص لا أنا أرجع ماهنا بقى دي فايدة الأيام دي في الـ revision إن أنا أعمل إيه أدقى على الحاجات اللي أنا ممكن أعدتها أرجع تيقل لها تاني الدقيقة دي أرجع لها تاني عشان هو ده فايدة الـ revision revision means to study again أنت تعيد المذاكرة تاني تمام طيب نشوف السؤال بتاع critical thinking ده بيقول إيه what do you think might have happened if Antoinette had blotted against rust تمام بيقول السؤال هنا what do you think أنت تعتقد إيه اللي كان ممكن يحدث if Antoinette had blotted كلمة blotted معناها يتأمر تمام يعني work against agenist اشتغل ضد agenist لو هي تأمرت على راسندل يعني كان اللتر اللي هي بعاتته كان طبعا ايه آه something like a trick تمام اللي كان ممكن يحدث طبعا I think راسندل would be killed in the summer house and Michael would be the king مظبو يعني راسندل كان هيتقتل in the summer house ومايكل would be the king ومايكل هيبقى المالك hands down killing the real king يعني after killing the real king ما كده كده ده مقتول يعني كده ده معاهم يعني كأنه مش موجود اساسا فهو المشكلة كلها في راسندل لو ده خلاصهم اللي برا اه لو ده قدام الناس خلاص الناس متعرفش ان فيه سبير كينج الناس متعرفش ان فيه ملك تاني احتياطي طبعا اجابت بقى السؤال ده اقول مايكل ود بي كيل وطبعا مايكل هيبقى المالك بسهولة جدا او هندس داون زي ما بنقول يعني ايه بسهولة خلاص تمام ننتقل لتست نمبر فور بيجي نمبر فور ونشوف برضو الجملة اللي تشوز بتقول ايه تمام where did راسندل find himself when he opened the gate of the summer house تمام برضو دوت احنا مركزين على اللي هو الريدنج is the text where did راسندل find himself when he opened the gate of the summer house لما فتح البوابة بتاعت summer house لقى ايه تمام يعني لقى نفسه فين طبعا ده بقى وصف the description of the summer house احنا عارفنا في الليتر قالت له انت هتخش هتلاقي تمثال statue of a horse لحصان هتخش 20 متر 20 متر 6 سلالم 6 steps تمام دي ات الوصف بتاعه طب احنا بقى لما راسندل راح قال انا فتحت الباب لقيت ايه بقى in a watery garden حديقة فيها مية in a bird garden حديقة جارداء يعني ما فيهش اي حاجة خالص لا شجر ولا ورد ولا اي حاجة ولا a dusty garden يعني امتربة ولا in a leafy garden ولا حديقة مليانة ورق شجر قالي زكري في النص زكر لتر دي الاخيرة in a leafy garden حديقة مليانة ورق ورق شجر هذه الاجابة الصحيحة طبعا ده لازم ارجع تاني ارى تيكست بتاعي عشان اعرف الوصفة بالزبط تمام تمام طيب سنتنس نمبر 2 بتقول what was the summer house furnished with what was the summer house furnished with يعني هو مفروش بايه الاساس بتاعه الاساس بتاعه يعني هو كان جوا ايه تمام او كان جوا طب نشوف بقى لما راسندل برضو وصف الكلام دوت وهو داخل السمر هاوس قال كان فاضي خالص مع ده حاجات ايه الحاجات بقى ديت طب نرى الاجابات كده ونشوف an iron table and a chair طرابيزة حديد او انا عارف الطرابيزة الحديد ديت اللي هو راسندل used it to protect himself عشان يحمي نفسه ما قلنا تمام طيب ماشا وكان فيه حاجة تاني مذكورة اهو كان فيه مذكور في التكست يرجع تاني وشوف an iron table and a chair a wooden table and a chair طرابيزة خشب لا ما كانتش خشب تمام an iron table and two chairs كرسيين a brass table نحاسية كده طرابيزة نحاسية and two chairs لأ مفيش نحاسية تمام يبقى هو اللعبة كلها هتنحصر عندي من letter A an iron table and chair كرسي أو كرسيين تمام الاجابة الصحيحة بقى هي two chairs تمام يبقى كرسي ايوة letter C an iron table and two chairs جميع تمام نشوف السؤال بتاع critical thinking اللي على الدور بيقول لي why do you think مايكل invited Flavia to visit him in zinda تمام بيقول why do you think مايكل invited Flavia to visit him in zinda يا ترى من وجهة نظرك مايكل دع Flavia ليه عشان تزور زندها هو زي السؤال اللي احنا نجاوب ده من شوية السؤال اللي من شوية قال هل في evil intention يعني نية شريرة أو evil work يعني في عمل شرير اه قلنا اه عشان خاطر to take her as a hostage طبعا هنا ممكن why do you think مايكل invited Flavia to visit him in zinda ليه دعاها انها تزوره في zinda ممكن من نفس الاجابة او واحد ممكن يقول طالب مثلا يقول to take her as a hostage تمام to make cross and leave the country لما اخذ واحدة ست رهينة تمام يبقى بضغط على الناس الموجودة حد تاني قال to marry her عشان اتجوز مثلا يعني to take her as a prisoner عشان يسجنها تمام يبقى دي ممكن اجابات اقولها دا او دا او دا دي اجابات مخترحة فما عنديش اجابة واضحة هنا او ما عنديش اجابة ثابتة critical thinking اكتب اي حاجة بس من خلال زا تكست تمام نشوف question number two بيولي why do you think Antronide said the leader of Rorytania in her letter to the princes تمام احنا هنا طبعا عرفنا الجواب the second letter اللي هو في الشابتر 5 اللي هو الجواب اللي بعتته Antronide Domewell نفلا الجواب كان مكتوب في ايه كان مكتوب في don't don't walk in the castle in the city متمشيش في المدينة without guardus بدون حراسة متمشيش من غير حراسة don't accept any invitation تباليش اي دعوة دعوة from Michael don't be under طبعا the power of Michael ما تبقيش تحت جناح Michael وتحت قوته أو تحت سلطته show the letter to the leader of Rorytania ور الجواب ليه leader of Rorytania تمام don't تاني don't walk without guards don't accept any invitation تباليش اي دعوة من Michael تمام don't be under ما تبقيش تحت under the power of Michael ما تبقيش تحت جناح Michael and show the letter to the leader of Rorytania طبعا أنتونيت سيد the leader قالت the leader because she knew that Rorytania wasn't the real king تمام لأنها عرفة أنه هو مش الملك الحقي تمام فقالت لك كده طبعا يبقى هنا في الجواب دوت طبعا هنا لما طب طب هنا ده كده مش ممكن يوضح لفلافيا يعني يوصل لها شك راسندل ما هي فعلا فلافيا قالت إيه فلافيا سألت سؤال قالت إيه why did the sender أو ليه قال البعت الجواب the leader not the king هي سألت راسندل كده قالت ليه قال اللي بعت الجواب كده وهو راسندل بيقرأ الجواب يعني ده وجهت هو له سؤال طبعا وجهت لراسندل السؤال دوت why did the sender say أو write ليه كتب the leader not the king راسندل طبعا هنا سؤال how is فلافيا a good observant إزاي عندها قوة ملاحظة هي when راسندل read the letter from Antoinette she said that أو she remarked لاحظت that the sender of the letter wrote كتب the leader not the king يبقى دي عندها قوة ملاحظة السؤال بقى الأحسن يقول why didn't راسندل answer فلافيا's question ليه راسندل ما ردش على الجوائل السؤال ممكن يجي سؤال سؤال choose what what is the question السؤال that rassendl didn't answer السؤال اللي ما جاوبوش عليها طبعا نتوف لابيا وكتب بقى كذا السؤال السؤال اللي هو why did the sender write the leader not the king ليه اللي بعت الجواب كتب leader ومكتبش the king تمام فطبعا هنا ممكن السؤال بقى هو why didn't rassendl answer this question لو جي critical thinking why do you think هو ده بقى أسئلة critical thinking اللي تيجي اللي هي الأسئلة اللي ملهاش إجابة في القصة تمام why didn't rassendl what do you think rassendl didn't answer ما جاوبش the question السؤال why of lavy the question of lavy about the sender of the letter عن اللي راسل الكتاب الراسل اللي هي الليتر الجواب تمام طيب ليه بقى rassendl ما مردش على السؤال ده because he didn't want to tell her لأنه مش عايز يعرفها his real identity مش عايز يعرفها هويته هي he didn't want to tell anyone that he wasn't the king مش عايز يقول لحد أنه هو مش الملك أنه لو كان كده مش هينفع the game will be spoiled اللعبة هتفسد كده مش هينفع نقول أي حاجة جميل تمام ننتقل mini test number five ونشوف أول سؤال تشوز بيولي بيجو number five صفحة رقم خمسة تمام how did rossendil see the three men standing outside the summer house تمام how did rossendil see the three men إزاي شاف rossendil كيف زي ما اتفقنا مع كل الطالبة question word how كيف بيصد كده على إزاي how did rossendil see the three men شافهم standing outside شافهم إزاي من خلال إيه طبعا إحنا عارفنا إن rossendil after flavia told him about the plan لما قالت له عن الخطة اللي هم هيجد الوقت موتوك ويرمي الجثة بتاعتك ومايكل يقتل الملك ويبقى الملك تمام وقال لا ليه بتحذريني because I don't like to see people being كنت تمام قلتوا يلا بسرعة دلوقت يمشي leave the summer house walk 100 meters امشي 100 متر you will find the ladder تلاقي سلم climb it تصلق عليه تمام and escape تمام طيب بسرعة قبل ما يمشي رossendil مايكل زمن كام قم آه مستر رossendil we know that you are here عارفين ان انت هنا تمام open the door stay قلهم stay as you are خليكوا زي ما انتو محدش يفتح الباب خليكوا زي ما انتو تمام we have an offer to you واحنا مقدمين لك عرض تمام مستر ديتشارد سبيكنج ديتشارد اللي بيكلمني ديتشارد قال له our names are not important اسمقنا مش مهم تمام فطبعا رossendil قال في الحتة ديت I saw مايكل زمان انا شفت رجالة مايكل انهم ثلاثة مه احنا عارفين انهم اتا طب شافهم ازاي ده ارجع بقى التكست طب تعال طب قال له دلوقتي ديتشارد اللي بيكلم ده بدانا عن accent بتاعته او ايوه تمام صح كده ممكن يجي سؤال صح يا مستر سؤال ده جميل ممكن يقولك هاو ده راسندل جس ذات ذا ذا سبيكر ذا سبيكر ذا سبيكر او ذا 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 اوفر ذا اوفر سبيكر اولا هو بيقدم العرض عرفوا من اللهجة بتاعته تمام سؤال جميل تمام فهنا طبعا لما نشوف الراسندل بيقول ازاي هاو ازاي شافهم شافهم ازاي لما الباب مقفول لا مذكور في التكست شافهم ازاي طب تعالى ارى الاجابات كده وانا لو طالب مش قاري الاجابات ممكن يطلق بطبس لما مش قاري التكست وين هي زي زي اوبنزا دور دي زي تمام لما فتحوا الباب سرو أجاب من خلال فتحة وين هي هيلد زي تيبو الأب لما مسك الترابيزة الفوق ما هي مش قاريهم برضو سرو أهول إن زاول من خلال فتحة في الحيطة ايه اقرب اجابتين يعني متهيقلي اي طالب هيروح لكلمة سرو أجاب من خلال فجوة اه واللي هي سرو أهول خلال فتحة في الحيطة اقرب اجابات وممكن برضو لما مسك لما انزي زي اوبنزا دور لما فتحوا الباب يعرف انهم ثلاثة ممكن ما حديقل كده بس هو مسكور انزي في التكست في الليتر ايه في التكست نفسه وانت ماشي هو الليتر اللي أنت وردت بعثته ما كانش مسكور فيه لا هي قالت رجالة مايكل هو قالت رجالة مايكل تمام ولما هو جي السامر هاوس قالت له مايكل زمن ويل كم اندي كيل يو هيجي وقتلوك قال لي ايه يقتلوني دي تمام وراي كيل زمن ولا انا ممكن انا اللقتلهم مش رجالة مايكل التلاتة قالت له اه هم اللي جايين ماشي بس هو مسكور في النص هو بيسألي هاو ازاي تمام ازاي شاف طبعا لو ترجع تاني للنص هتلاقي ايه سرو اجاب من خلال الفجوة ايوة لتر بي طبعا هي الاجابة الصحيحة بص كده من فجوة جنب الكده شاف التلاتة من جنب البل جميل تمام شوف سنتنس نمبر دو بيقول what did russendill say to detchard about his offer تمام الرسندل قاله لديتشارد عن العرض بتاعه طيب طبعا عرفنا نرجع بقى تاني من الحتة اللي احنا سبناها detchard قال له الاسماء مش مهمة we have an offer to you مقدمين لك عرض جميل ماشي انتونت بصوت واطي كده whispered قالت له don't trust them اوعى تصدقه اوعى تصق فيه ده انزلت لا لا هي واقفة معاه في السمر هاوس هم بيخبطوا برا عايزين يخشوا وهو طبعا كان بيقابل انتونت في السمر هاوس جوه وهي بتقوله ان الخطة هيجوا يموتوك ويرموك وانا جايبك بدر عشان اقولك على اللي هيحصل عشان انت تهرب واطلع هتلاقي السلم برا جميل هو بيقابلها هم فاجئوه جون بدري شوي خبطوا كده استنى مين انتو مين انا ديتشارد مقدمين لك عرض قالت له هي don't trust بصوت واطي طبعا don't trust ازاي اه ايه بقى العرض ديتشارد مايكل اوفرديو مايكل بيعرض عليك save journey to the border رحلة امينة للحدود هنوصل لك لغاية الحدود وتروح بلدك 50,000 انجلش باونز وهنقدم هنديه 50,000 جنيه سترلين ده العرض الاول اللي هو قدمه فيه ديتشارد في السمر هاوس رحلة امينة للحدود هتوصل لك بلدك بقى امان عشان ايجي عندك ونديه 50,000 جنيه تمام واسيب بقى يا عم اللعبة ديت كلها وخلي مايكل يبقى الملك وانت ايه خد فلوس ومشي تمام تمام طبعا راسندل tracked them خدحهم طبعا قال لهم ايه it's a generous offer ده عرض ساخي ايه العرض الساخي ده انا قبلت العرض accept the offer وطبعا هنا tracked them خدحهم ومسك الترابيزة لما هم دخلوا افتح الباب افتحهم فتح الباب دخل عليهم بالترابيزة فهو قال لهم عشان هو سؤال ايه هنا critical thinking طبعا يقول لك ايه why do you think راسندل accepted ليه يا طرعا من وجهة نظرك ان راسندل accepted ditched offer قال له ان انا said to him او told him that he accepted the offer ليه ضحك عليه وقال له ان انا قبلت العرض why did راسندل tricked him ليه خدعوا tricked them عشان يبقى فيه سق بعد كده لما يفتح الباب ويحصل ايوة ايوة تمام he wanted to trick them to escape عشان ايه يديهم الامان عشان ايه يقدر هو يهرب من summer house يبقى هنا الاجابة what did راسندل say to ditchers about his offer قال له يعني العرض بتاعه لما اقدمه قال له it's generous offer عرض سخي عرض سخي يبقى طبعا letter b الاجابة اللي هي طبعا generous offer طبعا الاختيارات miserly offer عرض بخيل generous طبعا هي دي الاجابة الصحيحة fake عرض مزيف true حقيقي طبعا الاجابة الصحيحة اللي هي letter b اللي هي generous offer يعني عرض سخي طيب نشوف السؤال بتاع critical thinking بيولين why do you think Flavia accepted the pretend king's suggestion not to accept Michael's invitation تمام طبعا ليه Flavia قبلة الاقتراح بتحراصند pretend king انه هو not to accept Michael's invitation انه هو ما يقبلش ما تقبلش الدعوة بتاعت مين بتاعت آآ مايكل طبعا احنا عرفنا ان مايكل بعت لفلافيا جواب قال لها تعالي عشان I want to invite you انزا كسر ها دعيك انتقعد معا في الكسر فطبعا رأسند قال لها send him a letter بعته به خطاب saying that you are ill وليل ان انت عيانه and you can't accept the offer مش هتقدر تقبل العرض بتاعه ده قالت له خلاص ماشي ليه بقى why did she accept the suggestion ليه قبلت الاقتراح اكيد ممكن هي برضو عارفة انه هو بكوز تمام بكوز she knew she knew about مايكل's evil intentions عارفة عن نوايا مايكل الشريرة ممكن because she trusted راسندل تراثت زى بريتيندي كينج بتصق في ايه في مايكل في راسندل اللي هو البريتيندي كينج فبتصق فيه ما بتسمع كلامه تمام او ان هي عارفة عن نوايا مايكل الشريرة she didn't want to go لانها كانتش عايزة تروح ساعتها فالكلام جاء على هواها زي ما بنقول ممكن اقول كذا حلي تمام تمام ننتقل لتست نمبر 6 صفحة رقم 6 تمام ونشوف اول سؤال تشوز بيولين سنتنس نمبر 1 طبعا راسندل كان فيه بول حفلة رقصة وسبتو فريتز قاله الرسندل انت في الحفلة دية you will طبعا offer to marry في الهافية هتعرض عليها الجواز بربوز يعني هتعرض عليها الجواز طبعا قالوهم it's not fair مش عادل because I'm not the man she thinks مش أنا الراجل اللي هي تعتقده أنا ما نفعش هتجوز ازاي يا جماعة ما نفعش مش أنا اللي هو هو تمام هو مش هو اللي هو يعني مش هو الملك يعني هتعتقد كده فطبعا ما نفعش فلافيا لازم تعمل كده عشان الناس حابة كده فطبعا راسندل اضطر بقى خلاص هيعرض الجواز فهو قاعد معها بيدردشوا مع بعض طبعا in the garden في الحديقة بتاعتهم فطبعا فلافيا قالت له you have changed انت تغيرت you do your duty as well انت بتقدي أداء كويس كمالك people like it والناس بتحبك قال لها انت الكلام دوت فكرتيني زمان حد قال لي ان a man with a position has responsibilities الانسان اللي عنده مكانة في المجتمع وظيفة عنده مسؤوليات بس أنا مكنتش I didn't think about that أنا مكنتش بؤمن بؤمن بالكلام دوت because I think that society was someone else's job لأن أنا كنت عارف ان قيادة المجتمع ديت والرئاسة والمرياسة دي وظيفة شخص تاني أنا ممكن ده أتحطي في الموقف شخصية تحدي تاني أدير بلدي أنا أمين أنا مش هاهتم بالحاجات دي هنا راسندل made a mistake عمل خطأ عمل خطأ لأنه هو راسندل was talking about himself كان بتكلم عنه طبعا فطبعا هو بيمثل فطبعا هنا Flavia سيربرايز اتفجأت من الكلام دوت قالت له ازاي وكده طيب يبقا هنا what was برينسيز ريأكشن ورد فعلها ايه الإجابات she looked very سيربرايز اتفجأت جدا she was very relaxed استرخت ارتاحت she thanked him for that شكرته she looked confused تبكت كده اول ما سمعت الكلام ده طبعا اي طالب هيقول اقرب إجابتين من تحيال من النص من اللي سمعت وبالعربي من المدرس بتاعي هيقول يا ايما سيربرايز اما confused صح اي حد هيجي في دماغه كده منطقيا منطقيا لكن ارجع بقى لتكست ارى اهم حاجة طبعا الإجابة صحية letter a she looked very سيربرايز اتفجأت جدا تمام نشوف سنتنس نمبر 2 بتقول ايه what did rassendale advise the princess to do as a reply to michael's invitation to hear to visit zinda تمام احنا طبعا لسه قلنا الكلام ده rassendale sent michael sent a letter to flavia to invite her عشان يدعيها to visit him in zinda to zhu في zinda انزا كاصل في القلعة بتاعها طبعا رassendale لما قالت له هي كده قال لها ايه send him a letter يبعطي له جواب saying that قولي له ان انت you are قول له ما عليش هصنعيانة مريض عند I can't accept the invitation مش هقدر اقبل الدعوة دي اه تمام فطبعا دي الاجابة بتاعت السؤال انا اقول بس التدعيات بتاعتها فى flavia بتقول له طبعا michael would be angry عايزا you don't mind making him angry انت ما عندكش منع يعني ان احنا نزعله I don't mind making him angry until you are safe الا لما تكون انت طالما انت سليمة او انت بامان مش مهم بقى هو ايه فالمهم يزعل يتفلي مناش دعوة المهم ان انت فيه فامان تمام فطبعا الاجابات هنا to ask Antoinette what to do يعني هنا النصيح نصيحته ان هي تتسأل Antoinette تعمل ايه ولا to go to zinda with many guards تروح بحراس كتير ولا to say she was ill so she couldn't go to zinda to pretend that تتظاهر that she had not received that she had not received انها مستلمتش اقاب لتذكر ايه في النص letter c to say she was ill ايه وتقول انها مريدة وش دقدر تروح الجنة ش دقدر تروح الجنة تمام تمام نشوف السؤال critical thinking اللي علي الدور بيقول لي why do you think Antoinette دوموبان had her identity in her letter to Flavia تمام why do you think Antoinette دوموبان had her identity يعني اخفت هويتها اخفت هويتها يعني ما قلتش هي يمين ما كتبتش في الاخر Antoinette دوموبان في اللتر تمام in her letter to Flavia اللي في الجواب بتاعها لFlavia انت عارفت طبعا نفتكر اللتر بتاعنا اللي هو بعثته Antoinette لFlavia اللي قلنا فيه تلاتة ايه تلاتة don't واحد شوه ايوه ما توريش الجواب لحد ممشيش من غروح الراس ووري الجواب لليدر قلنا الخطأ اللي كتبته واللي اكتشفته Flavia اللي هو leader not the king وراسندل didn't answer the question ما جاوبش على السؤال لانه هو مش هينفع يقولها انه هو مين زي ما قلنا الكلام دوت طيب هي ترى ليه ما كتبتش في الاخر مين هي طبعا برضو لما Flavia برضو جود observant عندها قوت ملاحظة وقالت لراسندل قالت له هو اسزي السندر دو ينو اسزي سندر سألت لراسندل انت تعرف مين اللي هو اللي بيبعت الجواب ده قال لها yes a friend of the king واحد صاحب الملك صديقي تمام a friend of the king طيب نرجع بقى السؤال ليه يا ترى ما قلت لهاش على identity اللي هي هوية ليه ما كتبتش اسمها I think because she didn't want to be discovered مش حاسبت الكتاشا مايكل would punish her ممكن يعقبها because she is the guest of Michael اصلا جاية على حساب مايكل مايكل هو اللي دعيها تقوم تعمل معا كده برضو لو اكتشف حاجة زي كده طبعا هو هي punish her هيعقبها وهي قالت لراسندل قبل كده في الليتر انه you will put a woman life to danger هتعرض حياة واحدة ست الخطر فهي مش عايزة اتعرض لنفسها الخطر she didn't want to be punished مش عايزة تتعاقب from Michael من مايكل تمام طيب in three minutes كده بما ان الشابتر ده كله بيتكلم على الليتر عايزين كده في ثلاث دقائق نعرف المحتويات بتاعت الليتر اللي اتذكرت في الشابتر تمام وايه المضمون بتاعها تمام احنا الليتر الاول طبعا from Antoinette لمين ليه طبعا لراسندل قالت له طبعا وصفت له اول ليتر من Antoinette مباند وراسندل تمام وصفت فيه طبعا اللي هو how to go to the summer house ازاي يروح summer house and the time والوقت قالت له at midnight في منتصف الليل at the end of new avenue street you will find a house surrounded by or in a big garden في حديقة كبيرة the garden is surrounded by wall at the back you will find a gate هتلاقي بوابة تمام on the right على يمين الحصان 20 meters 20 meters 6 steps 6 خطوات سلالم and you will find a woman who will tell you هتقولك important information about your life هتقولك معلومات مهمة عن حياتك don't show the letter to anyone لأي حد you should come alone ولازم تيجي لوحدك you will put a woman's or you will put a woman's knife to danger وإلا هتعرض حيات واحدة 6 الخطر مايكل وود بنش مايكل هاي عاقب ده اللتر الأول من أنتوانيت للراسل 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 الثاني اللي هو الجواب الثاني اللي هو from أنتوانيت لمين لفلافي don't show the letter don't walk in the city تنشيش 3 don't 1 don't walk in the city without guards don't accept any invitation دعوة دعوة from مايكل don't be under the power of مايكل اوعي تكوني تحت مش عايزك تبقي تحت سيطارة مايكل تالت حاجة اللي هي الرابعة اللي هي show the letter to the leader of روتينيا ورى الجواب لقائد الروتينيا طيب الخطاب اللي هو التالت الضمني هو ما تذكرش كتب في كذا اللي هو الطلب من روسندل لفلافي ايوا اللي هو الجواب اللي ايه بقى من from مايكل لا ده كمان ده فيه جواب تاني ما هو ايوا الجواب اللي هو قال لها يبعطي له جواب ايوا في لتر الاول من مايكل لفلافي بيدعوها لي تمام سندي مئة لتر قال لها مايكل بعت لي جواب جالي جوابين هي اول مجالها كان جاي يقول لها انا ماشي خلاص انا اعزل فهي قالت له اتعال حقني ده انا جالي جوابين الجواب الاول من شخص ما اعرفوش ميسك روسندل الجواب عرفه من هاند رايتنج من خط خط مين انتونيت الجواب الاول تمام الجواب التاني قالت له خد ده من مايكل بإنفايتنج مي بيدعوني تو فيزيتهم انزل تمام يبقى ده الجواب التاني الجواب التاني الجواب التالت بقى الضمني اللي هو يعتبر بقى الجواب الثالت اللي هو الضمني اللي هو من مين من اللي هيبعاتي جواب تو مايكل من فلافيا لمايكل قولي له فيه ان انت url ان انت عيانة and you can't accept مش هتقدر تقبالي ال a invitation يبقى نقول الليتر الثاني اول الليتر from انتونيت لراسل الجواب التاني from مايكل لمين لفلافيا الجواب التالت اللي هو from فلافيا هتبعاته المين لمايكل saying that she is in ان هي ايه ان هي عيانة انا عرب اجواب الرابع بقى اللي هو في الفصل السابع اللي هو اللي بعتته انتونيت لمين اللي راسل تقوله فيه save me from the house of birders تعال ان الحقني من بيت القدرة بعد ما تقضي كراهينة بعد ما تم اكتشاف ان هي فيه حلقة وصل بينها وبين راسل ايوة ان هي احتجازها مايكل عنده بتانجد بي بقى ان هو يجي to save her ان هو يمقص تمام حلقة شايقة مستر وانا استمتعت مع حضرتك جدا وبنتشرف بيك كالعادة ان شاء الله ان شرفنا في حلقات خادمة على طول نرجو ان طلابنا الاعزائي يكونوا استمتعوا معنا بالحلقة النهاردة مع الاسئلة الشايقة اللي مستر محمد جمعها لنا ونشوفكم ان شاء الله على خير دائما شكرا لكم شكرا شكرا